إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا ومن سيئاتِ أعمالِنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أعظم مكارم الأخلاق ومن أجلِّ الصفات التي دعا إليها ديننا الحنيف حفظُ الأمانة وأداءها على الوجه الصحيح الذي يُرضِ الخبير اللطيف فقال المولى عز وجل في كتابه الكريم إن الله يأمرُكم أن تُؤدُّ الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعِظُكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا وبيَّن لنا رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة إنما هي من صفات المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتُ من خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم رواه مسلم ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بعدم خيانة من خاننا لأن الخيانة صفةٌ ذميمة وخصلةٌ وخيمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحُن من خانك أخرجه أبو داود والترمذي وبهذا أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربِّه ومولاه حتى مع المشركين الكافرين ألا يغدِر ولا يخون فقال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبِذ إليهم على سواء إن الله لا يحبُّ الخائنين عباد الله وليست الأمانة مقصورةٌ في معناها على حفظ الأشياء المادِّية فحسب بل هي أشمل من ذلك وأعم إذ هي تجتمِر الأمور الحسية والمعنوية فالعدل بين الرعيَّة والأولاد والزوجات وغيرهم من الأمانة وقولُّ كلمة الحق حيثُما كانت من الأمانة والشهادة والتزكية للناس من الأمانة والمحافظة على أعراض الناس وحرُماتهم وأخلاقهم من الأمانة وبالجملة فحفظُ الدين بكل ما فيه من أوامر وزواجِر هو من الأمانة التي استرعان الله تعالى إياها وعلى هذا فُسِّر قول المولى عز وجل في كتابه العزيز إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا فهي عهدٌ وميثاق ورباطٌ ووثاق وهي هنا راجعةٌ إلى جميع التكاليف الشرعية التي من قام بها أُثيب ومن تركها عوقب والإنسان على ضعفه وجهله وظلمه والأمانة أيها المسلمون من الأخلاق المجيدة والصفات الحميدة التي يجب أن تكون متحققة في من يتولى أمر المسلمين فيكون صادقا مخلصا يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية وأن تتحقق فيه صفة أخرى كذلك وهي القوة بأن يكون كُفأا قادرا على تحمُّل المسؤولية المنوطة به كما ذكر الله عز وجل قول إحدى ابنتي الرجل الصالح لأبيها عن موسى عليه الصلاة والسلام يَا أَبَتِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ إِسْتَأْجَرْتَ وَالْتَكَاتُفْ وَالْوَحْدَةِ وَالْتَّآلُفْ وَمِنْ أَقْوَى دَوَاعِ حِفْظِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ النِّزَاعِ وَالْخِيَانَةِ فَوَحْدَةُ الْمُسْلِمِينَ رِبَاطٌ وَثِيقٌ ومَبْدَأٌ شَرْعِيٌّ عَمِيقٌ فلابد لكل المسلمين أن يرعوا مصالح الأمانة وأن يهجروا أسباب التنازُع والفساد والخيانة قال الله تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة أي أن النزاع يحلق الدين ويذهبه رواه أحمد وأبو داود طوبى لشعب غدى بالحق معتصما وحبَّذى أمة قد أنشأت رحما تحمي الديار وترعى الدين رابطةً يدًا تذود وقلبًا واحدًا وفما بارك الله ليُّ لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون اعلموا رحمني الله وإياكم أن المسلم مسؤولٌ عن سمعه وبصره ولسانه يوم القيامة فإما الربح والكرامة وإما الخسارة والندامة قال تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وتشهد الجوارح والألسنة على صاحبها يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعلى المسلم في كل وقتٍ وحين أن يحفظ سمعه ولسانه عن الغيبة والنميمة والسب والتجريح والكذب والافتراء وعن كل كلامٍ مُحرَّم وأن لا ينقُل كل كلامٍ يسمعه فإن من صنع ذلك وقع في الخطأ إلى محاله لأن الأخبار لا تخلو غالبًا من الكذب ولهذا قال لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع رواه مسلم إذا رُمت أن تحيا سليمًا من الأذى ودينُك موفورٌ وعرضُك صيِّنُ فلا ينطِقَ منك اللسانُ بسوأةٍ فكُلُّك سوآةٌ وللناس ألسُنُ وعينُك إن أبدَت إليك معايبًا فدعها وقل يا عينُ للناس أعينُ وعاشِر بمعروفٍ وسامِح من اعتدَى ودافِع ولكن بالتي هي أحسنُ عباد الله إن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى بملائكته فقال جل وعلا إن الله ملائكته يُصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والتابعين اللهم اغفر لنا ذنوبَنا وكفِّر عنا سيِّئاتنا وتوفَّنا مع الأبرار اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكانٍ يا رب العالمين اللهم كلهم عوناً ونصيرا اللهم كلهم عوناً ونصيرا اللهم كلهم عوناً ونصيرا فأنت نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعِظُكم لعلكم تذكَّرون أذكروا الله العظيم الجليل يذكُركم واشكُروه على نعمه يزِدكم وَلَذِكْرُوا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ مَا تَصْنَعُونَ